طب هو دايما دايما زي ما انت قلت كده في حاجات من الطفولة بتأثر على البني ادم قوي بتبقى هي دي اول حاجة بيفتكيرها دايما بقوة يعني اكيد ايشام نازيبة اكيد يعني في فيلم معين كده الساوندراك بتاعه انت يعني مع عمرك ما بتنساه ايوة يعني كنت بتقوم وتنام بيه كده وبيحطتوا في السمعات على طول كتير هم اكتر بصراحة يعني بس اكتر واحد اثر فيه تأثير ما يعني ما تخلصتش منه لما يمكن اتجاوزت ايه روكي ايه روكي جزل اولا ايه بزي اه اه بل كونتي اوكي حاجة مزهلة يعني هو خطيرة عافية حاجة مزهلة يعني تسمع المزيكة كده وعملت العلم كان لما يعني برضو دي بقى حاجة شوف انت بتقول ايه الناس باللوقتي بتسمع المزيكة الافلام زمان دي مكاش حاجة اكساس بالابدا يعني انا مزيكة فيلم لازم استنى الفيلم ييجي عشان اسمعها مفيش في بقى اليوتيوب ولا الحاجات ولا الساوندراك مفيش حاجة كان مفيش حاجة خالص ولا علشان كاسبت كان بالجنة ما تتعب في نفسك مفيش لازم تفضل فاكرها المزيكة والدندين بجوا دماغك لغاية ما تتعاد تاني ومتطلع مش شبه لك في دماغك ولا حاجة اعتقد دي ساعدت قوي في انتشار فكرة الساوندراك بشكل مختلف حاجات متاحة دلوقتي لناس كلها يعني اه طبعا انت دلوقتي تقدر تسمع كل الفاتك كمان يعني انا قدرت تلوقتي اسمع مزيكة راكي دي لما كنت بسمعها بقولك انا كنت بسمعها جوا تماغي لان مفيش حل تاني وكنت بقى انزلك دي الصبح بقى زي راكي بالبوة ده واتقرب بالنهار واشرب الحاجات الواشر اضربت اللحمة اضربت في لا ما كانش في فرصة اضرب لحمة كان فيه بطني اوكي وكان فيه ضغطة في ويد واحدة ده وفيه ساعة خمسة الصبح والدنيا لسه كل ده من ميوزيك طبعا والفيلم طبعا نفسه بس اصودياني الحالة كانت الميوزيك انا المزيكة بقى انا فاكر لحظة عجيبة جدا الماتش الاخرين خالص اسمه ايه ده المنافس بتاعه كان اسمه ايه في الفيلم انسيت هفتكري بادي احنا منتكلم ده كان بطل العالم وهو كان جايبه من الولا حتة كده عشان يستعرض ويفترج الناس عليه يعني اما ايه اما اتغلبش متهزمش فحصل تصاعد دول المباراة تصاعد رهيب يعني ننملنا من المزيكة اللي اسمعناها بقى من الضرب ومن البتاع لما جاي في الاخر ره حضنه ضمه دي قوي كده قاله مفيش ماتش تاني انا مش هلعبك تاني في اللحظة دي المزيكة هيدية جدا وبعت شيء رومانسي جدا قوة مغو خلاص اه وريليف في لحظة من الرليف كده خلاص يعني عارف في خلاص كل حاجة خلاص خلصت طبع ونادح عليها بقى ادري يعني ويوان ومعارفش ايه ومعارفش ايه ومعارفش ايه ورجحت انفجرت المزيكة تاني بقى بعد كده بس اللحظة دي اللي فيها الريليز دي كانت لحظة بالنسبالي اول مرة اكد بالي انه مؤلف المزيكة منذ انا طبعا كنت في السن دي لا فاهم مؤلف المزيكة ده ايه ومعارفش ايه ومعارفش ايه بس خدت بالي ان فيه ترئيصة كده بالمزيكة حصلت ثابتني في حلم بتتنسيش اشتركوا في القناة